ما كان بالأمس القريب مستحيلا يتجسد اليوم على الأرض تقارب اقتصادي تركي إماراتي وإبرام لاتفاقيات تاريخية أهمها ضخ وديعة لإمارة أبوظبي في البنك المركزي التركي أنباء سارعة الأسواق للتفاعل معها إيجابيا منقذة الليرة التركية من أسوأ أداء لها أمام الدولار على الإطلاق انفتاح إماراتي وإقبال على الاستثمار في أحد أكبر البلدان استقبالا لرؤوس الأموال بتأسيس صندوق بقيمة عشرة مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا سيركز فيها الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية وعلى رأسها القطاعات اللوجستيكية ومنها قطاع الطاقة والصحة والغذاء تقارب وترتيب للأوراق الدبلوماسية بين أنقرة وأبوظبي أملتها معطيات جائحة كورونا وحالة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم جراء الجائحة وأكذا تراجع عملة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي اتفاقات قد تماهد لشراكة اقتصادية أوسع بين البلدين مع مساعيهما لتقاسم عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الليبية ضمن طفرة غازية غير مسبوقة تشهدها منطقة الشرق المتوسط بالتزامن مع بداية الحديث عن 200 مليار دولار من صفقات إعادة أعمار ليبيا بعد عشر سنوات من الحرب المدمرة تحركات من شأنها ضمان إمدادات غازية مستقرة لتركيا المتعطشة للطاقة مع استهدافها بلوغ نسبة نمو تعادل عشر في المائة بنهاية السنة الجارية في ظل غياب توافق إقليمي وجه سياسي مع الفاعلين الدوليين في المنطقة وهو ما يتطابق للتقارب التركي الإماراتي الأخير ترجمة نانسي قنقر